اشتركوا في القناة 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 طفل عنده حساسية أنف نسبة عالية جدا أن يكون عنده حساسية صدر واللي عنده حساسية صدر برضو عنده نسبة أن يكون عنده حساسية أنف ده جزء من المارش أو من المارش الحساسية حلمينا قبل ما خش على حساسية الجلد اللي هي برانش تاني الوقاية يعني أنا عندي بيبي عشان ما وصلوش للمراحل دي في حاجات نعملها لا شك طبعا أولا الوقاية قبل العلاجة لما نقول أن الوقاية بالنسبة حساسية الصدر بالذات المسببات لها حاجات كتيرة يعني أنا مش عايز أسبق البرنامج وأقول أن فيه عنصر ورعاسي وفيه عنصر بيئي وفيه عنصر التهابات زي الانفكشن أو العدوى كل دي عوامل تؤدي إلى زيادة في حساسية الصدر ويتامل التهابات مزمنة لكن برضو في الأنف نفس القصة لازم يخلي بالنا الأمهات يخلي بالها في الإجراءات على الأقل في اللي في إدينا قبل ما نقول علاج وقاعي اللي في إدينا إيه؟ نمرة واحد مثلا حشرة الفراش اللي بنسمي لها المايتس دي تبع موجودة في أماكن كتيرة جدا عشان نتخلص منها يتغلي الأكياس بتاعت المخدات وبتاعت السراير والحاجات دي كلها وتتكوي لازم تتكوي علشان لو في حاجة لازم تبينه النقطة النقطة التانية الصوف أو البطنيات الصوف المضغوط يكون أفضل إنما اللي له غبر وبيطلع ده مشكلة تقلت حاجة اللي بنفضه السجاد في البيت أو بيكنسوه بالمكانس الغبار اللي طرع في الهوى ده ده ممكن بيثير جدا الجهاز التنفسي دي اللي بنسميها إنهيلانس أو المستنشقة الحاجات المستنشقة الحشرات الإنسكس اللي في البيت سرصير من أكتر الحاجات اللي ممكن الحاجات الكيموية اللي طالع منها اللي تعمل حسية صدر وحسية أنف كمان ما لازم الناس تخلي بالها ونظف الحمامات وحاجات دي كلها قلت حاجة أنا يعني رغم مني حاجة الأهمية ده موصوفة في الكتب الأهمية كلها حكاية إنه هل يكفي لحشرات الفراش إنه نغسلها بدرجة غليان وبعدين نكويها إنه نقضي عليها طبعا طب ما هي المرتبة هي قاعدة في المرتبة ولا بتكون فين لا لا على الأكياش تتصل على الأكياش بالزبط كبه مش في المرتبة طبعا ومن وقت اللي التاني ما المرتب دي يعني كان الجدود زمان بيطلعوا الحاجات دي في الشمس وهكذا فيها شيء من التعقيم لكن خلينا نأخذ الحاجات اللي في البيوت المغلقة دلوقت الأسأل نعم ولم يعملوا اللي احنا نقول عليهم دي نصر فيه تقرير فيه الحب نتفرج عليه منكمل تعالينا ماشي ده كان حضور حضرتك فيه مؤتمر ونستمر فيه تفنيد أنواع الحساسية بعد ما تكلمنا عن الحساسية الأولى والتانية الحساسية الثالثة هي مشكلة المشاكل حساسية الجالي تعريفك زمان تبتدي دايما بتنظيم نقولها ألا بعد اه تفضل احنا حنتكلم خلاص اقول الحاجة شاكل اه حسيت الجلد كمان الحياة هي أكثر تعقيدا شوية في الباثوجينيزز أو في الميكانيكات حلوسها عنصر راسي موجود نعم نمرة اتنين عنصر بيئي نمرة ثلاثة عنصر عدوى فيروسات أو التهابات مزمنة في الجلد أو بكتيريا أربعة عنصر مهم جدا وهو العنصر الهرموني الهرمونات ممكن تبقى موجودة في البيب صغير يحصل وعنصر مناعي هنعلق كده شوية على الفيلم ده حضرتك كنت فيهم يا دكتور ده كان مؤتمر حياة قريب كان فيه حاجة اسمها نيومونيا داي أو اليوم العالمي للالتهابات الرئوية الحقيقة وده كان موجود في مستشفى سعود الألماني في مصر جديدة وهم كانوا منظمين اليوم ده وكان فيه مجموعة كبيرة من الأسازة الحقيقة أسازة الصدر والحسية في الأطفال ودي كانت أحد المحاضرات اللي أنا أحد المحاضرات اللي أنا قلتها كان عن ألقيت محاضرة عن إيه بقى دي كان عن حاجة تسميها أو الالتهاب الرئوي المكتسب من بكتيريا نتيجة أن البيبي أو الطفل موجود في المستشفى البكتيريا الموجودة في الرعاية المركزة أو التعامل من التمريض أو من السطف أو كده حد جايز يارى من بره ما أخدش الإجراءات الوقائية كافية فدي بنقول دي كانت محاضرة لطيفة جدا دكتور ناجي إحنا في جو يحتاج ويتطلب حضورك أكتر من مرة إن شاء الله عشان نكمل البحث عن الحساسية كان معانا ومعاكم نورنا في مرسل ورد دكتور ناجي الحسيني وهو أستاذ طب الأطفال وحديثي الولادة شرفتني ونورتني شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا وإن كان إنه إحنا لسه مخلصنا لسه عندينا كفير لسه هنقل لي في الوقت وحتى نسروع في ودني بيقول لي الوقت عشان كده هنحتاج نعود أكتر من التالية عن الحساسية